حاجة اسمها شد بسيط وشد بجد والله. مفيش حاجة هنا بتكلم بجد. مفيش حاجة اسمها كده خالص. يا شد يا مفيش شد. خفيف بقى مش مش خفيف تقيل. الراجل شدد المدافع شدد من الفانيلا وباينة جدا جدا في الاعادة. وباينة حتى على مستوى الصور العادية. في حاجة باينة في الصور غير متحركة اللي هي التيشرت معمولة كده. بس باينة شدة. هاتها سامين لو سمعت. انتعرف يا يا اسلام. الشد من الايد ممكن ما بيبنش اوي. الشد ليه؟ اه. من الايد. يعني لو شدت ايدك. بس ده خلي بقى حضرك يعني كباتن وانتم كباتنة. ده اللي بيقولوا عليه التلاح. اللي بقى بيقال عليه تلامس. مفيش حاجة اسمها تلامس في الكرة. اه. في نقطة الالتقاء اللي بيحصل فيها الخطأ. يعني ده ده خلونا نذكر القانون ونرجع الحقيقة. فما فيش حاجة اسمها تلامس لأن كرة القدم كلها تلامس يا جماعة الواقعة دي كمان يا أسلام ما فيش حاجة اسمها تلامس فيها لأن المهاجم وراء المدافع مش مثلا كرة بينهم وفيه كتف في كتف هيقول لك مثلا هي يا سوز عصاب دي اللي تأصدق عليه هي يا كابتن لأن احنا في القائرة 24 زملنا محمد جمال في القسم الرياضي أنا عبتصابر ليس القسم لما اتكلم معاه قال له كلم الراجل وقل له وقل له بقى مش قل له يعني قل له فهمنا اللعبة احنا بنحاول نخلي الجمهوري أنا كان معايا من شوية لو سيد محمد جمال بالمناسبة وقال انه هو أنا بقول له حضرتك لأنه الراجل قال له هناك من الشد ما يسقط اللاعب ومن الشد ما قاتل وهناك شد يجعل اللعب يمثل يعني حتى بيقول لي هاني ان جمال شكله بقى عامل زي ما كونه تحول وجهه لعلامة استفهام ما هو برضو راجل بيغطي اتحاد الكورة وبيغطي لجانه فلما يقول له على ان فيه صورة يا مستر فلان ويوري له الصورة يقول له لا اصله الشد لو تبعوا انه خد الكورة او محاولة اخد الكورة هياخد الكورة ازاي ومين اللي هياخدها انا لا رأي اسلام في الموضوع فضل رجل مالشه وانا بسس لي بقى رأي حاجة يعني برضو علشان جالنا تصريح او رد على المكالمة اللي عملناها او الكلام اللي قلناها منذ قليل فيما يخص تأكيد على ان بريرة اكد على صحة قرار كابتن محمود البنة زملنا امير هشام في برنامجه بلاس تسعين قال انه تواصل مع بريرة وانه لم يؤكد صحة قرار البنة بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح سموحة ضد الزمالك ولم يتم الاشادة بالحكم على الواتساب يعني لم يؤكد يعني هو هنا بينفي الكلام اللي قاله مع الاستاذ محمد جمال طبع دي مشكلة انت دلوقتي انت جايب خبير تحكيمي بس خلي بقى قصة الكلام اللي قاله انا اقولك حاجة بقى فيها الصحاف وانت تقوله حاجات فيها فنيات اقول لحضراء بس كامل يا كابتن لا لا احنا جايبين خبير تحكيمي ليه مش عشان يصلح الاخطاء ويرتقي بمستوى التحكيمي اولا انه هو قال كلمة كمان في البداية انا سمعتها انه جات على لسانه اللي بيقول انا جاي عشان اعلم الحكام قانون كرة القدم انت جاي تعلم الحكام الدولية قانون كرة القدم ده المفروض الحكم الدولي او اي حكم في الدنيا الف به انه هو بعرف القانون صحيح انما هو بقى فيه كور ومواقف معينة هي دي اللي المفروض يصلحها يعني كرة زي دي ينفذها ازاي بتاع كرة زي دي اسلام ترتب عليها انظار تاني وطارد العيب وحرمان فرقته منه بعد كده وهي في الواقع انه هو المفروض تحسيب له ضربة جزاء فالقصة يعني صعبة جدا جدا وان ازاي بقولك انه هو جاي راح للفار يعني ممكن الحكم في اول لقطة بتبقى الكرة سريعة المدافع في ظهر اللي عيب هو واقف قدامه فمش واخد باله مش شدة انما لما تروح للفار وتشوفها مفاش نقاش يعني انا تخيلت انه هيروح هيحسب ويرجع الانظار التانية والطارد ده يعني انت فاهم ازاي انما انت وبعدين عايز اقولك حاجة كمان المفروضة استعصام يعني حتى لو فيه كرة زي دي ومشكوك فيها هنقول مشكوك فيها خمسين وخمسين ما تحسبهاش سيميليشن على المهاجم ادي حاجة اهم يعني ده اهم اه يا ما تحسبهاش سيميليشن اسلام على المهاجم خلاص لان السيميليشن ده هدي انظار تاني وطارد ده حصل خلاصت الجزء الفني اشتركوا في القناة